متابعي قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وفي أحسن حال النهاردة ان شاء الله بإذن الله هنجرب مع بعض نموذج جديد لستنازل جديد من وان وهذا النموذج هو وان 2.2 بلس نموذج جديد لإنتاج الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي وحنجربه بشكل مجاني على المنصة حطيلك الرابط في الوصف أسفل الفيديو أنت بيكون لك عشر نقط تقدر أنك أنت تستخدمهم صحيح عشر نقط بيقيدوك في الشديد بتعمل بيهم فيديو واحد في اليوم وأيضا بيكون عليه ووتر مارك لكن النتيجة بتاعت الفيديو بتكون رائعة جدا ودايما بقول لكم استفيدوا من أي خطة مجانية استفيدوا من أي كريدت مجانية يلا بينا نجرب مع بعض هذا النموذج من المفترض أنه بيولد فيديوهات وصور بشكل أسرع وأيضا بشكل دقيق جدا في التفاصيل يلا بينا نجرب مع بعض النموذج الجديد كل عليك هتخش على الرابط في الوصف أسفل الفيديو وتبتدي هنا تنزل هتلاقي عندك في أول ما هتدوس على البار اللي تحت ده هيفتح معاك الشكل قدامنا ده هتلاقي عندك هنا الانتقال ما بين الامج والفيديو إحنا هنجرب مع بعض الفيديو وعندك إمكانية أنت تتحول صورة لفيديو وده اللي أنا بفضله دايما مع نموذج الذكاء الاصطناعي بشكل عام لأن في بعض الموذلز اللي بتديني مثلا صور رائعة زي Imagine 4 Ultra يعني أنا هروح أجيب كده الصورة من Imagine 4 Ultra من جوجل وهبتدي أن أنا أستخدمها أن أنا أعمل بها فيديو على وان وأيضا أنت عندك تاكستو فيديو وعندك إفكتس ممكن أن أنت هنا تستخدم إفكت مثلا على الفيديو هنا بتدي ترفع صورة معينة وبتعمل إفكت عندك فرست أند لاصت فريم هنا عندك صورة حتستخدمها كفرست فريم وصورة حتستخدمها كلاست فريم وتبتدي تعمل بيهم فيديو فيه عندك ريفرانسز هنا ممكن أن ترفع صورة وممكن تستخدم الأوبجيكت اللي موجود كريفرانس جوه الصورة وكمان ممكن تستخدم الـ Background اللي اتنين متاحين فيه أيضا عندك الجزء المتعلق من الـ Repent والريبنت أنت ممكن ترفع ريفرانس فيديو Select الفيديو وتختاره كريفرانس أيضا هنا عندي الإيم بينت عندك الإيم بينت والإيم بينت أنت عندك تارجيت فيديو فيديو معين عجبك فبتبتدي ترفعه وبعدين بتبتدي هنا ترفع صورة بتختار يا الـ background يا الـ object الـ object اللي هو العنصر الاساسي مثلا قطة مثلا جوة الصورة هي دي العنصر الاساسي ويتبتدي ان انت تتخذ القطة هنا تحطها في الفيديو هنا يعني شايف الـ action اللي هتعمل او الـ background عايز الـ background بتاع الـ image يكون موجود فيه الفيديو وهكذا وبتبتدي توصف الفيديو ده بالنسبة للـ invent احنا هنجرب الـ image to video وعندي وين 2.2 بلاس ده الجديد اللي قبله كان 2.1 بلاس جربناه عندنا على القناة وهنا بيقولك film like quality delicate motion يعني هيكون افضل انواع النماذج يعني الانتاجاتها وين هنبتدي هنا مع بعض ان حط الوصف بتاعنا ارفع لأول الـ image هروح لأول اعمل الـ image بجوجل i studio هبتدي اختار imagine for ultra وبتدي احط الوصف ادي الصورة الصورة بتتكلم عن شخص بيواجه او بيجري من منستر زي ما احنا شايفين يعني ممكن اعمل run مرة تانية عايز اشوف كده ممكن يدي صورة افضل من دي ولا لأ او الصورة دي احلى هبتدي ان انا اعمل لها download ناخد بقى الصورة بتاعتنا وروح على وان نبتدي ان احنا نرفع الصورة ونحط نفس الوصف وهنا لو انا عايزة sound effect هبتدي ان انا افعل sound effect وفي inspiration mode generate without credits وفي generate with credits generate with credits عشان يكون اسرع لو انت مخترتش ده هيقض وقت طويل جدا على ما يعمل لك الفيديو الفيديو بتاعنا تم انتاجه طبعا بيكون فيه watermark بسيط جدا تحت كده زي ما احنا شايفين هنبتدي ان احنا نعمل له download علشان نشوف شكله على الفول سكرين زي ما انتو شايفين في sound effect مدته خمس ثواني واستهلكت بيهم العشر نقاط يعني بيعمل لك فيديو واحد بالsound زي ما قلتلك فيه اليوم فيه عدم تفعيل بقى credits ده ممكن ياخد منه وقت طويل جدا جدا على ما يعمل الفيديو عشان كده ده فايدة استخدام 10 credits ده بالنسبة لـ 2.2 هل هو افضل من 2.1 هنا هو ليه يعتبر كويس يعتبر كويس لان هنا الحركة فيها دينماكية افضل يعني مفيش حاجة تحس ان هي غريبة الحركة بتاعت المونستر الحركة بتاعت الاشخاص ودايما لما تيجي تجرب نموذج ذكاء اصطناعي وتشوف الجودة وتحكم عليه لازم يكون فيه حركة في الفيديو حد بيجري حد بيمشي عشان تشوف الحركة نفسها بتاعت الأوبجيكت الأساسي أو الكاركتر الأساسي الموجود داخل الفيديو بتاعك ده فيديو من الفيديوهات اللي عملتها بـ 1.2 أنا عايزك بس تاخد بالك من حاجة بص وهو بص بيبتدي ان هو يطلع كده فجأة تحس ان هو بيطلع يطير كده في حاجة ايه في الثانية التانية بص هنا فيه عدم ديناميكية فيه الحركة الفيديو ده كان من الفيديوهات الحلوة برضو اللي انا عملتها بـ 2.1 تمام كويس ده برضو من الفيديوهات اللي عملتها بـ 2.1 تعال نشوف فيديو زي ده تعال نجرب مع بعض امر تاني ونشوف النتيجة بتاعت الفيديو هتكون عاملة ازاي المرة دي انا هستخدم التاكست كله يعني حسيبه هو اللي يعمل لي الفيديو مش هرفع اي صورة هنا هبتدي ان انا اختار فيديو وي تاكست تو فيديو هحط الامر بتاعي في الحالة دي بيظهر لك الاسبكت ريشيو انا خلال 16 لتسعة وين 2.2 بلاس وحبتدي ايضا نختار sound effect وتعال نشوف النتيجة ودي النتيجة زي ما احنا شايفين النتيجة حلوة قوي برضو انا متوقعتش ان تاكست تو فيديو هيكون حلو زي الامج تو فيديو هنزل هوكو فول سكرين عشان تسمعوه بيه فرق مش كبير قوي بينه ما بين 2.1 ولكنه جيد وافضل اكيد زي ما قلتلك فيه الحركة او الديناميكية بتاعت الحركة اه يعني تحس انها طبيعية جدا داخل الفيديو حاجة بس اخيرة كده حبيت ان انا اشاركها معاكم وللاسف هي مش بتشتغل غير مع وان 2.1 بلاس لاحز برضو ان الريبنت والايمبنت والحاجات دي كلها مش شارطة تشتغل مع وان 2.2 بلاس ممكن تشتغل بعد كده ولكن حاليا علشان تستخدم الريبنت هتستخدمه مع الوان 2.1 وهنا في فيديو زي اللي انت شايفه ده انا عملت ايه? انا رفعت فيديو كريفرانس ده الفيديو بتاعنا وهنا ابتديت ان انا ارفع الصورة وفي الريبنت هو خد الوجه بتاع الشخص ده واستخدموا داخل الفيديو زي ما احنا شايفين هنزلهلكو فول سكرين علشان تشوفوا الفيديو بتاعنا طبعا هنا ما فيه ساوند الفيديو الاساسي مفهوز ساوند وزي ما انتوا شايفين بتشارك برضو معاكم هذه الجزئية اللي حابب يعرف ازاي ممكن يعمل حاجة زي كده وانصحك ان انت تستخدم بحذر هذا النوع من التقنيات لان طبعا تركيب الوجه والحاجات لي انا لا انصح بها اطلاقا من وجهة نظريان اتمنى تكون مستفاتكم فيديو النهاردة فيديو بسيط ومعلومة بسيطة وسريعة عن التحديث الجديد اللوان من خلال نموذج وان 2.2 بلس اشوفكم فيديو قادم بازن الله تعالى على قناة كل يوم موقع جديد وزي ما بقولكم في نهاية كل فيديو ما تنسوش تدعمونا باللايك وشيرو الكومنت لو كنتم متابعين الاعزاء ولكنتم بتشوفنا الاول مرة ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة واتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتوا في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله